توجيه الفين وخمسة. السلام عليكم. معكم بستاذ مونير. ان شاء الله راح اكون معكم هالسنة في شرح جميع قواعد اللغة الانجليزية. ومادة اللغة الانجليزية كاملة ان شاء الله. على قناتنا على اليوتيوب غرب الانجليزي مع مونير. من خلال هذا الدفتر الجميل. طبعا القاعدة الوحدة الاولى بتتكون من 12 قاعدة وهي اول قاعدة اللي هي المضارع. البسيط. طبعا راح تحكي لي شو 12 قاعدة كثير لأ هي عبارة من ازمين انتخذتها سنوات سابقة. شاء الله الموضوع سهل جدا. اما باقي الوحد راح تكون عبارة اما قاعدة او قاعدتين. الان خلينا نتعرف على الضمائر. هذول احنا ما نسميهم ضمائر الفعل. اي انا. يو اند. وي نحن. ذي هم. هي هو. شي هي. وات لغير العقل. الان من عند الاي لذي. احنا منسميهم هذول ضمائر جبع. نسميهم ضمائر جبع. من عند الهي لل ات. يعني الهي وشي ولت. منسميهم ضمائر المفرد. خلينا ناخد مثلا على سبيل المثال. الفعل بلاي. يلعب. كيف بدي اصرفه بالمضارع البسيط. طبعا لما اجي اصرف الافعال باي قاعدة هناك ثلاث حرد. الحالة الاولى اللي هي الجملة المثبتة. يعني جملة خبرية. لا هي نفي ولا السؤال. الحالة التانية لما بدي اصرف بالنفي. الحالة التالتة لما بدي اصرف بالسؤال. يلا خلينا نبلش الآن بالجملة المثبتة. هون بحكي مثلا الفعل. اي بلاي. انا العب. يو بلاي. انت تلعب. وي بلاي. نحن نلعب. ذي بلاي. هم يلعبون. الان شغلة واحدة. عند المفرد. اللي هي وشي وليت هذول حكيين احنا مسميناهم مفرد. بضيف اس المفرد. هي بلايز. شي بلايز. وات بلايز. يعني هو يلعب وهي تلعب. وغير العاخل يلعب. الان باجي لحالة النفي. عند النفي بضيف دونت او دازن. طلع شوف ما اسهلة. هي بدي انفي هون. انا العاب لان بديحكي انا لا العاب. اي دونت. اي دونت بلاي انا لا العاب. يلا اللي بعدها. عندي الضمير يو. بحكي يو. بضيف دونت. بلاي. انت لا تلعب. شوف ما اصد الموضوع. لان وي. دونت. بلاي. باي. دونت. بلاي. طيب الان لما اوصل عندي المفرد. بدل دونت دي احكي شو? دازنت. كفت ما اسهلها? هي دازنت ولا يلعب. بلاي. مية مية بتنقانو مهلا بيه. شي. دازنت. بلاي. هون ات. دازنت. بلاي. الان نيجي للسؤال. كيف بنت اعمل السؤال? هل عند السؤال بضيف دو او دازن? يلا. دو بس بحطهم اول شي. اي. بلاي. هل انا العب? علامة السؤال. يلا اللي بعدها ايو. حط اول شي دو. دو. يو. بلاي. علامة السؤال. اللي بعدها. دو. وي. هل نحن نلعب? علامة السؤال. اللي بعدها. دو. دي. علامة السؤال. اللي بعدها. الان هي وشي وقت بدهم ياخدوا داز. داز. هي. زي. شايف هاي الطريقة? شاء الله راح تفهم الموضوع بسهولة. داز. شي. هي فصلت لك يا هم كامل بدل ما اختصر لك يا هم حكي لك المفرد بياخد داز وابصر شو? لا هيصور تعرف. في حال الجملة المثبتة وفي حال النفي وفي حال السؤال. اخر واحدة. داز. ات. بلاي. كل شي اعاتيك للبعجة. ملاحظة سريعة عند تصريف الفعل في الحالة المثبتة. اذا كان الفعل بنتهي باحد الاحرف التالية. اس ايج سي ايج اك اك اكس او اس اس. بضيف للفعل في حالة المفرد في حالة الهي والشي والاتفلجو من المثبتة فقط. بضيف له اس تمام? على سبيل المثال. الفعل ووش. فبحكي. هي. وشي ووشز نفس الاشي. بدل ما اضيف اس المفرد لحال بضيف اي اس. لكن عند الاي واليو والوي والذي عادة بحكي اي ووش يو ووش وي ووش ذي ووش. في حالة النفي ما بتغير اشي بحكي اي دونت اه ووش. اه هي دازنت ووش. في حال السؤال نفس الشي بحكي او بحكي او بحكي هل هو بيغسب. هون ملاحظة تانية عندي في حال الفعل كان بنتي ابواي. الفعل كان بنتي ابواي. وقبله احد حروف العلة بضيف اس عادية في حالة المفرد. يعني على سبيل المثال الفعل بلاي ابواي. قبله حرف من حروف العلة اللي حطينا لكم يا هون. مستميها احنا. اذا كان قبله حرف من حروف العلة في حال المفرد بس بضيف له S بس بضيف له S طيب إذا ما كان قبله حرف من حروف العلة بشطب ال-Y بضيف I-E-S على سبيل المثال بحكي She carry الآن carry تنتهي ب-Y تنتهي بإيش ب-Y وقبلها حرف ال-R هل حرف ال-R من أحرف العلة هدول الخمسة لا بمجرد أنك حفظت هدول الأحرف راح يصير موضوع الحدف سهل بحذف ال-Y وبضيف I-E-S فبتصير She carries حذفت ال-Y وضفت I-E-S نيجي الآن لقسم المبارسة كيف بدي أعرف أنه هاي القاعدة أو هاي الجملية بدها مضارع بسيطة من خلال الظروف الزمنية التالية اللي بنسميها إحنا في عندي هون Always معنىها دائما Never معنىها أبدا Sometimes معنىها أحيانا Every time يعني Every ما يكون معها وقت Every day Every morning Every Friday إلى آخر Seldom نادرا Rarely نادرا وفيه كثير يعني ظروف زمنية لكن نحن نكتفي بهدون I always هي عندي هون Always فبعرف أنه بده مضارع بسيطة الآن هل الجملية نفي؟ لا مش نفي ما في نت هل الجملية سؤال؟ لا والله ما في علامة سؤال تمام؟ إذن هي جملة خبرية إذن بدي أصرفهم I شو بتاخد؟ بتاخد الفعل مثل ما وما بضيف عليه أي شيء فبحكي I always play أنا دائما برعب كرة نروح لرقم اتنين He sometimes وفي عندي الفعل إذن أول شيء في عندي sometimes إذن الجملية لا هي نفي عفونا هنا النقطة الجملية لا هي نفي ولا هي سؤال He sometimes cook delicious meal يعني هو دائما بيطبخ وجبة لذيذة الآن عندي شو بتاخد؟ بتاخد S المفرد فالفعل cook بدي أضيف له S He sometimes cooks delicious meal هو أحيانا يطبخ وجبة لذيذة أحيانا عادة تطلع خبيصة هون الآن عندي they و every Friday هاي الدليل هاي الدليل على إنه مضارع بسيط هون في عندي not معناته نفي الآن بروح لقسم النفي they شو بتاخد؟ بتاخد don't عسريع بنزل أول شي don't والفعل اللي بعدها بينزل مجرد they don't eat every Friday يعني هم لا يأكلون كل جمعة طبعا أنا كنت تحكي they don't eat منسف every Friday يعني هم لا يأكلون منسف كل جمعة نسيناها مش مشكلة طيب طيب الآن نروح للجملة الرابعة she وفي عندي every day في عندي not عسريع she بروح للجدول شو بتاخد؟ تاخد doesn't بلزل doesn't she doesn't cook every day إذن هي لا تطبخ كل يوم يا حيف عليك طيب نروح لخمسة في عندي هون علامة سؤال وعلامة سؤال حكينا قسم السؤال do أو does يلا you شو بتاخد؟ بتاخد do هل أنت تتحدث اللغة الإنجليزية وأصلاً حططي بالأقواس do ممكن نحط لي does عشان يوهمني طيب نروح اللي بعد في عندي سؤال وسؤال مباشر عسريع فكر do أو does الشي شو بتاخد؟ بتاخد does does شي في عندي فعل بدي نزه بالفراغ التالي does she live in Jordan هل هي تعيش في الأردن؟ طيب أستاذ ما في هون أي ظروف زمنية لما يكون الموضوع يتكلم عن حقيقة فبنستخدمها مضارع بسيط لأن هل أنت تتحدث اللغة الإنجليزية؟ هي حقيقة في الحال إذا أنت تتحدث فهذه حقيقة وإذا كنت لا تتحدث فهي أيضاً حقيقة أنك لا تتحدث اللغة الإنجليزية ونفس الشي does she live in Jordan هل هي تعيش في دردن؟ فإن كانت تعيش فهي حقيقة وإن كانت لا تعيش فهي أيضاً حقيقة أنها تعيش في مكان آخر إذا ننتقل للملاحظة اللي بعدها نيجي لأحد الأفعال الغير منتظمة اللي هو الفعل B الفعل B معناه يكون ينقسم إلى ثلاثة أقسام أول قسم اللي هو الآن 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 طلع علي في حال الجملة المثبتة الآن I هي الوحيدة اللي تأخذ I بعدين الـ والـ بياخده R الهي والشي والت الآن U الآن شو بتصير aren't we aren't they aren't الآن اللي هي والشي والت بياخده isn't الآن في حال السؤال بس بقدم الفعل إما am أو is أو are بحكي am I هل أنا are you هل أنت are we هل نحن are they هل هم is he هل هو is she هل هي is it لغير العقل تعال نيجي هون على السريع في عندي الفعل B الآن شو بتاخد تاخد أبو مباشرة بحط am كيف عرفت أنه هذا القسم مش هذا القسم لأنه في عندي نقطة لا هي السؤال وما في عندي هون not ولا هي نفي you أتيتشر أنت معلم إذن الفعل B لي وشو بتاخد مباشر بتاخد are نروح للي بعدها they وفي عندي نفي بروح على قسم النفي they شو بتاخد aren't they aren't students هم ليسوا طلا آيوة في عندي سؤال اللي هي شو بتاخد بتاخد is is he good هل هو جيد وننتقل الآن للبلغة حضار اللي بعدها نيجي الآن للفعل الأخير اللي هو have كيف أصرفه بالجملة المثبتة I have I والyou والوي والthey بياخد have اله والش والإت بتاخد has في حالة النفي بضيفة don't أو doesn't لا تحكي لي haven't أو hasn't هي بقاعدة present perfect قاعدة المضارع تام بعدين بنحكي فيها ال I والyou والوي والthey بتاخد don't اله والش والإت بتاخد doesn't والhave بتنزل متل ما هي مجرد ما بتنزل has دير ببارك وهون آخر شي عند السؤال I والyou والوي والذي بتاخد do اله والش والإت بتاخد does والhave بنزل متل ما هو بحط علامة سؤال بنيجي لان للممارسة السريع I have a car أنا عندي سيارة الآن I وجم لي مثبته فالفعل بنزل متل ما هو نروح اللي بعد she three children عندها ثلاثة أطفال she شو بتاخد بتاخد has إذن هي لديها ثلاثة أطفال he any coffee not الآن اللي هي في النفي شو بتاخد doesn't سرعة doesn't والفعل بنزل مجرد متل ما هو she doesn't have any coffee ما عنده قهوة الآن هون سؤال they مباشر شو بتاخد روح they بتاخد do الفعل الجنب هل 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 لديهم مزل أهلي بشغل الخلاط الله يغزون من داري يلا يعطيكم العفية بالتوجيه جيال 2005 لا تنسوا المصالح دعاكم لا تنسوا الاشتراك في قناة غرد بن انجليز المادة رح تنزل كاملة مشاعر كاملة مكملة وشرح مفصر بإذن الله السلام ورأيكم